اشتركوا في القناة المدير لو جاه وشافك هيعكبني مفاجأة أنا المديرة ده بجد ماما بقت المديرة أنا فرحان جدا أيوة أنا اشتغلت هنا وبقيت المديرة وأول حاجة هعملها هعقبك يا علي يلا على فصلك عشان ما تتأخرش مش يا ماما ماما المديرة ماما المديرة صباح الخير ازايك يا بيس ازايك يا ريلة ازايك زاد علي انت جاي متأخر ليه معلش يا ميس كنت مع ماما ايه ده ماما جاية تقف جنبي ليه بتعمل ايه هنا يا ماما يا ميس علي ده حبيب ماما عايزك تختبالك منه ايه يا ماما اللي انت بتريده هتحرجيني قدام صحابي علي حبيب مامي مامي علي حبيب مامي يا توتو يا تغنان ماما جاي معك ماما انت بتعمل ايه هنا ارجعي شغلك ماشي يا حبيبي بس الاول لازل ناخد صورة مع بعض ماما انت مديرة مش فوتوغرافر هلالعموم يا ماما انا هريحك يلا ناخد صورة وخلاص يلا يا سيادة المديرة هصوركم قصبا عني يلا فين بتحكال حلوة يلا يا علي قول بطيخ بطيخ يلا يا ماما بقى عايزين نبدأ الحصة علي انت مكسوف مني قدام صحابك انت مش فاكر لما كنت بغيرلك البامبرز وانت صغير أنسي تعمل الواجب ما عملتش الواجب يا علي انت لسا تتعاقب ايه ده دي ماما اي 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 خلاص يا ولاد مش مهم واجب النهاردة الله عليك يا ماما المدرسة خايفة تترفض يلا يا علي قول لي 11 في 12 بكام 11 في 12 ما عرفش انا هشوف الناتج على القلح حزبة مش لازم احفظ يعني وبعدين ماما المديرة فاعمل اللي انا عايزه ايه ده انت مش حافظ الجدول وبتحسبه على القلح الحزبة انت مجنون يا ميس الناتج 132 وعايز افكرك بحاجة ماما المديرة اه صح بروفو يا علي اجابتك صح انت شاطر جدا ايش معنى هو يستخدم القلح الحزبة دي كوسة هو عشان مامت المديرة يعمل اللي هو عايزه ودوق ودوق يا ولاد ايه زعانين مني هتعملوا ايه هتبلغوا المديرة ها دي مامتي يلا يا اولاد الحصة خلصت يلا اللي عليك دور ايه ده الاكل وحش جدا اللي بعده انا مش عارف ايه الاكل الغريب ده بس هاكله انا جعان جدا اللي بعده ماما سيادة المديرة بعدلك الاكل ده يا علي الله البرجر اللي انا بحبه ايه ده يا علي ازاي اكلك حلو كده واحنا اكلنا وحش جدا جابني انا ابن المديرة طب هناكل اكلك بتعمله ايه انا هقول للماما يامي الاكل طعمه جميل جدا ماما عاملالك اكل جميل قوي يا بامبر سفغوي ماما ماما الحقيني يا ماما خير يا حبيبي في ايه الوراة دول كله اكل يا ماما وبيتنمروا علي انتو ازاي تعملوا ابني كده انتو ممنوع ليكل غدا لمدة اسبوع احسن 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 هنموت من الجوع ماشي يا بامبرز والله لا اضربك يلا يا أولاد طلع ورق الامتحان ايه ده انا مش هعرف اي سؤال زياد زياد اجابت السؤال الاول ايه الجاذبية الارضية انت بتأكد مش عوي ايه ده دول بيغشوا انا هبلغ عندهم ماما ماما تعالي ده فيه ناس بيغشوا هم دول يا ماما اللي بيغشوا هات الورق دي وانت كمان يلا كفاية عليكم الامتحان كده طلعوا برا ايه اخبار الامتحان يا حبيبي بصراحة مش هعرف اي سؤال يا ماما وشكلها سقط وريني كده ايوه سهلة سهلة تي رقم اتنين ايوه تمام كده خدي يا علي ايه ده ماما انت حلتيلي الامتحان شكرا قوي يا ماما انا مبسوط اللي انت المديرة انا هسلم الامتحان علشان ورايا ماتش يلا بالتوفيق يا حبيبي حبيب ماما برافو يا علي كي ماما سطع جدا ايوه طبعا يلا باي باي يا ميس ممكن انا لعم معاكم؟ لا مش ممكن اه والله يلاقل للماما كل حاجة ماما ماما ذا هيأتنا من ماما انحققيني يا ماما بيدربوني بالكور في المدرسة اه اه ماما هتجركم في ثواني بتعملوا ايه؟ كده تضايقوا علي حبيب ماما؟ ده انا هموتكم من الضرب انا هوريكم على شان تتعلموا وما تسعلوش لولو تاني الله عليك يا مامتي انت مديرة المدرسة؟ ايوه انا والسيد تدخل المدرسة من غير ما تستأسلني معاك الاستاذ سمير مدير التربية والتعليم احنا جلنا شكاوي كتير جدا منك وانك بتساعد ابنك وبتعامل بقية الطلبة وحش جدا احب اعرفك انت مرفودة يا استاذة مونة يلا طلعي برا تحرام تحرام انا ما عملتش حاجة ياريتني ما اعتمدت على ماما انا كل اصحابي دلوقتي بيكرهوني في المدرسة وما حدش هيارف ينكزني منهم تعالنا بقى يا حبيب ماما لا